الفترة اللي جاية عبير صبري هتنطلنا في دور بقى عامل ازاي او نفسك تقدمي حاجة عاملة ازاي في الفترة اللي جاية بصي انا برضو معرفش اجاوب على السؤال ده يعني مش عارفة انا احب دايما اعمل حاجة ما حبش اعمل شخصية يعني مثلا ما يكونش فيها حاجة تعلم مع الناس انا بحب الأدور اللي فيها يعني شخصية مش متوازنة مية في المية من رغم عبير انت في حياتك عاجلدا لا وهدية قوي وتطلع كلمة بهدوء وما يعني مش ما فيش اي حاجة تهزك قوي مش عانونة يعني فانت هدية في الحقيقة بتعملي شخصيات على النقيد تماما علشان هي الشخصيات دي بتساعدني انا يعني بتساعد شخصيتي الهدية دي انها تتوازن لان انا برضو يعني هدية قوي ومسلمة قوي ويعني مش بعمل ردود فعلة كتير على حاجات كتير يعني بتكبر دماغي كتير فانا الشخصيات بتوزنني اللي بلعبها دي بتوزنني انا بتحقق لي نوع من الارتياح ان انا قادرة دلوقتي اخد حقي هنا وقدرة هنا اقزي ده وقدرة هنا ابهدل دي بطلعي طوط متانية ايوة ايوة خلاص انا ايوة الحاجات اللي جوية اللي انا معرفش اطلعها كعبير واللي هي مش موجودة في شخصيتي بستمتع وبفرح وبارتاح وبشفى بشفى بتعالج لما اعمل الشخصيات دي لانها بتخليني اخد حقي اللي انا ما بعرفش مثلا ممكن اخده طبيعي يعني حقي الحقيقي في حاجة ما بعرفش اخده لكن الشخصيات اللي بعلها بتخليني مثلا اخد حقي فببصت ان انا ليه رد فعل وان انا ادرك اخد حقي كويس ويعني اضرب دعوة كسر دعوة وعمل خطة على دعوة بتاع كل دي حاجات بتفرحني لان دي زعيشت شخصيات كتير بتفرحني ايوة من اصعب الشخصيات اللي جسدتيها ايه نرمينة عبد الحميد طبعا اخر شخصية كانت صعبة جدا اصعب مشهد في نرمينة اصعب مشهد بقى موت ابنها واصابتها بالجنون او بلوسة عقلية وهي في النيابة بيحققوا معاها لما يعني انه هي السبب ان هي موتت ابنها اصلا يعني هي اللي موتتو وهي مش داريانة فاصعب مشهد صعب اوي عبيرا رايز اقولك بستي جسمي اشعرتين لا هما مشهدين واجعتيني اوي اوي هما مشهدين مؤلمين جدا جدا ومكتبت زعائي الابن او مشهد مؤلم اوي وانا يعني تقريبا انا مثلا مردت بعد المشهد ده حوالي اسبوع عادة في السرير يعني مش عايزة اقوم مش قادر اقوم بعيط مكتائبة مش قادر اقوم اسرح شعري مش قادر اخسل وشي يعني جسمي بيوجعني يعني كده فقعدة في السرير يعني بعد ما عادت فترة يعني كان مفهود ان انا سفر لجوزي مثلا بعد اخر يوم تصوير كان يوم تسعة وعشرين رمضان او تمانية وعشرين رمضان قلت له مش قادر اقوم السرير يعني تعبانة عايزة اقود ارتاح فقعدت فعلا كام يوم لغاية ما ارتحت وبقين استفرت بقى عشان اهرب بقى من نرمين خالص يعني اهرب بقى من ابنها اللي مات ومن ابنها الجننة ومن ابنها طول الوقت بتعمل خطط عايزة اهرب منها بقى وفي نفس الوقت جايلي الشعور غريب قوي ان انا مش عايزةها تمشي مش عايزة تطلع مني يعني كان جواي الشعور ان انا توحشك بحبها لا بحبها اول مرة اقع في حب شخصية الى هذه الدرجة فمش عايزة تطلع يعني هي مع الوقت تطلع تاكل فراولة دي كلمتي كنتي اللي حطت مستفزة مستفزة اه دي بتاعت كنتي اللي حطت لا دي كانت مكتوبة دي كانت مكتوبة دي كانت جملة تريندين جدا ايو تاكل فراولة انا فراسة اه طول الوقت فراسة فزيعة فزيعة لكن طبعا في تفاصيل كتير بقى يعني شكلا واداء بصي يعني انا بجد انا فخورة بالشخصية دي بحبها جدا وسعيدة بيها واتمنى انه لما شفش المسلسل يرجع يشوفه ويتعرف على نرمينة عبدالحامي سامح عبدالعزيز قعد معيك يقلك ايه لان انا عارفة ان انتي بجد بتشيلي الكاركتر وبتعيشي معاه وبتبنيه بس عايزة اعرف قلك ايه ما قعد معي بصي اه استاذ سامح عبدالعزيز ده يعني مخرج الخير اللي هو ايه عتبة الخير يعني انا بعتبره كده زي من يقوله على الناس عتبات سامح عبدالعزيز عتبة الخير انا بحبه جدا على المستوى الشخصي والفني وبحب اشتغل معاه جدا وبحب فيه ثقة وفاين يعني استاذ سامح يدخل كده بداخل على المشهد يقول يلا بيرخشي قودي المشهد يا حبيبي اه فانا خلاص دي مسئولية بقى فانا بفرح جدا يعني فيه اخر اه اخر مشهدين اللي فيهم موت الولد قعدنا معاه في القرفون انا وريهام حجيج وهني عيدل وقعدنا نسمع منه يعني هو تصوره ايه يعني نعمل ايه هنحس ايه هنعمل ايه اه 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 فقعد اتكلم معينا وكده وبعين دخلنا اشتغلنا تاني يوم بقى اه انا كنتش قادرة عمل مشهد بتاع يعني اصابتها بلاوسة عقلية بتاع الجننة وعلى ابنها وفي النيابة وكان يعني مش قادرة يشتغل تاني بعد موت الولد كان مشهد ده معمول قابليها ليلتها بالليل فدخلت كده ما اتكلمتش مع اساس سامح والحي قلت جاية مش هايز اتكلم مش هايز اتكلم خالص خلص انا جاية همدينة تعبينة مفرهضة اه استاهل ان انا تجنن واستاهل اي حاجة فدخلت كده حتى كان مشهد بنصور يوم الجمعة بدأنا نعمل فيه شاط وبين جات صلاة الجمعة فالناس تلاح تصلي ورجعنا تاني ينكملوا انا كده كنت حسن ان انا كنت مخطوطة على راسك مضروبة على ده يعني خلاص انا ضاعة انا ضعت فكان ده شعوري عبير بقى كمان يعني فدخلت عملت المشهد وانا بالحالة دي وما التزمتش باللي مكتوب يعني انا ارتجلت حاجات وقلت حاجات من الناس وقلت حاجات من عندي علشان انا خلاص يعني انا قلت الاستاذ سامح انا قلت اللي طلع يعني اللي جي اللي حصل لي في المشهد وبس يعني فالحمد الله ده كان اعتقد ان ده اصعب مشهد انا عملته في حياتي هو موت الوالد بحياتك اعتقد كده لان هو يعني انا تعيبت فعلا بعده بس بس الحمد لله لا وتعمل اللي هو الحمد لله لا 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 كان صعب جدا وكنت قاسية او يا بوسي انت حتى بتتقصري دلوقتي اه كان صعب قوي اعني او اعني او اعني او اعني او